على بعد 25 كم عن مدينة تيزني تقع جماعة أربع الساحل التي خلقت فيها ضيعة بيداغوجية لإنتاج مجموعة من الخضروات والفواكه ومواد حيوانية موجهة بشكل مباشر لمؤسسة دار الطالب والطالبة بالمنطقة في مبادرة هي الأولى من نوعها بجهة سوسي ماسا المنتج التي توفرها على هذه الضيعة هي الخضروات بكل أنواعها كين الباصال كين الجزار كين الطماطم كين اللفت كين البطاطيس كين القزبور النعناع كين البيطراب كين ججد البقرات وواحد العجل اللي يعطيونه الحليب اللي يستفدو منه يعني الرواد الرائدة ديال المؤسسة وكين العودتاني كين ججاج اللي يعطي البيض اللي يمشي الطابة من طبيعة الحلاء اللي مؤسسة و المساحة ديال هاد المشروع و ديال هاد الضيعة و جوج لكتار كتار تبرا مستغل في كما قنا الخوض روات و المواشيء بالنسبة لي هاد الضيعة ضيعة في متناول بالنسبة لنا كتعترين خوض روات بيو خالية من المواد المحافظة كان نرتاحوا نفسيا و مرة مرة كنجيوا لها كنشوفوا دكاء الحيوانات و النباتات كان نبتسموا نفسيا كان نرتاحوا طيعة البيداغوجية هدفها بالدرجة الأولى هو هدف بيداغوجي و كما كان في الشعار ديالها من الأرض إلى الصحن يعني أن المنتوجات اللي كان في هاد الضيعة من بين أهدف ديالها بأن تلمد سواء تلمد اللي كان في ضرط الطالب والطالبة والمندرسة الجماعاتية يعني جميع المنتوجات اللي كانت تنتج في هاد الضيعة كانت تنتج بطريقة بيولوجية بدون استعمال أي مواد كيميائية وهذا الضيعة تدرت في إطار الأنشطة ديال البيداغوجية ديال الطالب في إطار تنمية ما يسمى التربية البيئية لأننا نعرف دباء حاليا بأن جميع المجتمعات دباء تعاني من هذه الأمراض الموجودة بسببها التغذية نجيب من الأندية خاصة النادي البيئي يجي هنا ويشرف ومن البداية يعرف كيف يزرع كيف يغرس جميع النباتة لأننا لدينا واحدة الكالوندرية وإستعمال الزمن للنباتات كل نباتة أشمن شركة الغرس والطريقة للغرس ديالها وكيفية الغرس ديالها وكيفية تسقيها حتى يتمو جنيا الضيعة جميلة زوينة بزف كنستفدو منها المواد الطبيعية مختلفة للخضر الحليب والبيوت كذلك ومن ناحية الأكل فهو شيء صحي أنا فخور بهذا الضيعة حيث الضيعة منظمة وكنشكرا هدو كل المسؤولين اللي كانين هنا وقحتفظ بهذا الضيعة هي إذن تجربة فلاحية ناجحة مشتركة بين مختلف الفاعلين من شأنها أن تحقق الاكتفاء الذاتي للمؤسسة وأن تكون مثالا يحتدى به في مناطق أخرى فضلا عن كونها مشروعا نموذجيا بيئيا يساهم في ترسيخ فكرة التغذية الصحية السليمة لدى التلاميذ مما يجعلهم ينقلونها إلى دواويرهم وأسرهم ترجمة نانسي قنقر